الأخذ بالثأر يعني إحنا الإسلام أخي عالج هذه القضايا أو المصطلحات ومصطلح الثأر هو مصطلح قديم قبل الإسلام لكن الإسلام لم يهمل حق أولياء الدم بالقصاص أو بمعاقبة المجرم لكن أيضا لم يطلق أيديهم في الانتقام وتجد ذلك واضحا في قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل فلا يصرف في القتل ننتقل واحد نبحث عن قاتل فقط عشيرة القاتل أقرباء القاتل والد القاتل أو أفضل عشرة في القبيل هذا كله لا علاقة له ولا يجوز وربنا سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يأولي الباب والقصاص قائم على المماثلة والمقصود به بالدرجة الأولى أن يؤتى بالمجرم الذي قتل إن كان القتل عمدا طبعا أما إن كان القتل خطأ أو قتل شبه عمد فهذا ليس فيه القصاص وإنما ننتقل إلى الدية هذه التشريعات التي شراها الله سبحانه وتعالى هي التي تحفظ سلامة المجتمع فإذا أردنا أن نجيب السائل عن الثار ما فيه شيء في الإسلام اسمه الثار لكن لك أن تطالب بالقصاص من المجرم وهذا الأمر أيضا وهذه نقطة هامة إنما يثبته القضاء وليس لك أو ليس للأقراض أن يقول نحن نريد أن نأخذ بالثار لأنه يحصل أخي الكريم في بعض الأحيان يلتبس الأمر من الذي قتل ويلتبس الأمر هل هو فعلا قتل عمد ولا شبه عمد وفي حالات قد لا يكون في حالات أنا أعرف مثلا أنه حادث سير السيارة ضرب الطفل وقع الطفل ارتمام فظن أبو أن الطفل مات فأخرج المسدس وقتل السائق بعد شوية عولج الطفل طفل حي فهذه الثارة ينبع من اندفاع غريزي وربما يتصرف هذا الإنسان الذي يظن أنه يأخذ بالثار تصرف غير صحيح ذلك نقول يجيب طبط الأمور أنه الثار أو القصاص إنما يكون من خلال القضاء الشرعي فقط الله عليكم شيخ